كابتن طائعي ممكن احنا في الحالة اللي فات مع كابتن حلم طولان اتكلمنا عن لا التعصب كنت قلت ضمن الكلام ده الانتماء هل التعصب دوت جواز صفر او جنسية عشان اقدر اتحرك بيها ولا انا بشجع النادي الاهلي او بشجع نادي الزمالك بشجع نادي الاسماعيلي في وقتها بس كده وبعد كده بابقى شخص عادي في وسط المجتمع المصري شوف اقول حضرتك الحالة بش حسس ان التعصب ده الفترة اللي فاتت فيه احتقان جامد او على الساحة خلينا بس نفسر التعصب الاول عشان احنا بنتهم التعصب بالباطل يعني التعصب موجود وموجود انا متعصب معناه ان انا بحب هذا النادي لكن لا يندرج تحت اسم التعصب ان انا اهين النادي الاخر او اشتم النادي الاخر او ان انا اعمل مشاكل مع النادي الاخر انما انا بحب النادي بتاعي لدرجة التعصب للنادي بتاعي لكن هذا الامر لا يندرج ان انا اكره النادي الاخر او ان اعمل مشاكل مع النادي او ان اعمل مشاكل مع مشاجعين الاخرين اطلاقا انا افرح لنفسي ومتعصب بحب النادي قال له اعايزه يكسب اه ده شيء مفروغ منه عادي بزبط ده اللي انا بتكلم عنه فما فيش شك انه يمكن زمان ما كانتش العملية موجودة زي دي الوقتي لان انا اعتقد ان سوشيال ميديا اه سبب الاسباب سبب كبير جدا مش عاز نقاش لانه المباراة زمان ما فيش سوشيال ميديا ما فيش تلفزيون اللي يدوبك عابي زيق الماتش وخلاص وانتهت العملية كل واحد في حاله ممكن اه بعد المباراة تنتهي طبعا كثير من الناس حتى قبل ما ييجي التلفزيون كان الكابتن فهم عمر كان الكابتن فهم عمر لما الساعة سبعة وخمس سبعة وخمس وتقعد بقى مستان يقولك وها من شفيل ملواني في طنط وانا شعرفين كان ينصف ويتسيب الاهل وزمالك اخر ما تشد يخذيك قاعد مكهرب وحتى النتيجة لاخر وقت يعني عاجزك لاخر وقت على فكرة في فترة قريبة كنت فيه تواصل معها الحقيقة شخصية جميلة شوف الملعب كانت زمان عبدالحليم حافظ وكان في كل النجومة كانوا بحضروا المرايات يعني عندك مرايات توتن هام ومرايات بن فيكة هتلاقي فريد شاوئي والنجوم مكبارك كل الناس كلها كانت موجودة وكانت فرحة بيقول لبس لبس كامل كانت حاجة جميلة